اشتركوا في القناة ومملكة البحرين انجازا انسانيا دوليا رفيع المستوى يضاف لسجل انجازات المسيرة التنموية الشاملة التي ارسى جلالته دعائمها بالحفاظ على تصنيفها ضمن الفئة الاولى في تقرير وزارة الخارجية الامريكية المعنى بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالاشخاص للعام الخامس على التوالي وهو اعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال واشهد رئيسه هيئة تنظيم سوق العمل في برقيته بتحقيق مملكة البحرين لهذا الانجاز الانساني ومحافظتها على الفئة الاولى في تقرير مكافحة الاتجار بالاشخاص للعام الخامس على التوالي والنابع من الالتزام بنهج جلالته الثابت في صون حقوق الانسان واحترام كافة المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلاة وهو ما يعد جزءا من ثقافة مملكة البحرين وهويتها العربية وعقيدتها الإسلامية وتقدم العلوي في برقيته بخالص الشكر والعرفان والامتنان إلى جلالة الملك المعظم على الثقة التي أولاها إياها لإدارة هذا الملف الانساني والحقوقي الدولي من خلال رئاسة هيئة تنظيم سوق العمل ورئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص مجددا العهد لجلالته على بذل أقصى الجهد في تنفيذ رؤى جلالته السديدة وتوجيهاته الحكيمة لكل ما فيه خير ونماء وازدهار هذا الوطن العزيز سائلا المولى القدير أن يديم على جلالته بموفور الصحة والعافية وطول العمر لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار في المملكة ترجمة نانسي قنقر